منجيب تيسون لسه رضيع امه ومنجيب اكبر طنجرة عنا ومنجيب معلقة اكبيرة من السمن الحيواني مو مش هلش يمشى صحتك وبس حميت عنا السمنة مننزع عليها كرديش اللحمة المفروض عنا انه اللحمة تتأمر وتتحمر وتاخد هاد اللون الجميل ومنجيب بصلة حمرة مفرومة ناعم متل ما انتو شايفين ومننزل عليهم لللحمات وبدي معلقة اكبيرة ميتوم المهروس وبلحقهم بدبس البندورة ومنقلبهم مع بعض كتير منيح ومنجيب عشر حبات بندورة معصورين ومفرومين على الناء ومنسمي بالله ومننزلهم عليهم هيك وهلأ بس تسبكت عندي المرأة شوي يعني بصريح العبارة تعقدت هلأ بسمي بالله وبجيب موي صخلة وبنزلها عليهم بهذا الشكل منحطلهم معلقة اكبيرة من الفلفل الاسود ناعم ومنحطلهم معلقة اكبيرة من البابريكة الحلوة واهم شي انهم نملحهم مو مش هلش يمشى صحتك وهلأ منغطي اللحمات لحتى يستوم نتركن على حرارة تحت المتوسطة بشوي بياخدوا من 40 ل45 دياب يكونوا تمام هي كول كول يا غالي هي مو مش هلش يمشى صحتك منجيب زبديها كبيرة ومنحطلها كاستين من الاسميد الناعم ومن نفس الكاسة منحتاج كاسة طحين متعدل استعمالات ومنرش عليهم رشة ملح صغيرة ومنقلبهم مع بعض كتير منيح وهلأ هون عندي كاسة من المي الفاترة اللي بحرارة الغرفة بحطة عليهم تدريجيا مع العجن لحتى نوصل للعجينة الصح هذا هو هيك ومنبدأ نعجن وهيك بس عجلنا العجينة شوهوا بسم الله ما شاء الله هذا القوام لازم يطلع معكم لا هي اسيا ولا هي طرية هلأ شو منعمل منجيب جلاتينة ومنسمي بله ومنحط عليها وشها هيك وبنتركها ترتاح 10 دايئة لربع ساعة وبعد ما مر عليها العجينة 10 دايئة هلأ بيم عليها الجلاتينة هيك وبيحملها على سطح نضيف وبيبدأ نعمة كتير منيح وزاحتاجت شوية مي بضفلة وهيك العجينة صارت جاهزة عندي طبعا أنا ضفت لها شوية مي لحتى وصلت معي لهذا القوام شايفينها تراوتها يا سلام هلأ منحطها هيك على جنب ومنجيب صينية ومنحط عليها شوية زيت نباتي أول شي منعمله منبل ايدينا هيك بشوية زيت ومنفركها بهذا الشكل ومنسمي بالله منجي لعندي العجينة ومنبلش نقرصها تقريص هذا حجم العجينة وبإمكانكم تساوي الحجم اللي انتو بتحبوها وهلأ منسمي بالله منحطها هيك بالزيت مننقلبها شوي بالزيتات وبنتركها هون لترتاح وبهيك منكون قرصنا كل العجينة اللي عنها وهلأ منتركها ترتاح بشغلة خمس دايش هنتفرد معنا بكل أرياحية وهلأ على سطح مضيفة مندهنه كتير منيح بالزيت وإيديه لازم تكون مغرقة بالزيت هلأ بسمي بالله بجيب العجينة اللي عندي هيك وببدأ بفردها من جوة لبرة بهذا الشكل بتلمد معي بكلها تسهولة هلأ منحملها هيك ومنحطها على مقلاي على حرارة متوسطة خبز اللي رأى أو المرقوق ما بيحتاج نار قوية بده نار خفيفة وبيستوي شوي شوي بس هنا شف عنا الويش الأولاني منسمي بالله ومنقلبه بهذا الشكل منخلي يستوي من الجهة الثانية طبعا في ناس بتحب ما تساوية واحدة واحدة بيساووا الأولى وبيساووا الثانية وبيحطوها فوق وبيعدوا بيقلبوهم بيساووا كل ثلاثة أربعة مع بعض لكن أنا صراحة بفضل الطريقة أنه نساوي كل واحدة لحالة وهيك بيكون صار عنا الخبز جاهز وبعد ما خلصت الكمية كلها برد بحطهم بهذا شكل فوق بعض وبحطهم على النار هيك شوي بس إنشان الأطراف تستوي إذا ما كانت مستوية طبعا الإرقاق اللي هني بيساووا أول مرقوق بيساووا بحجم أكبر بشوي بس أنا ساويته بهذا الحجم هو بيرجع على حسب الرغبة وبنفس الوقت إنشان تكون طريقة منزلية وبعد ما صر للحمة أربعين دقيقة هلا منسمي بالله ومننزع عليها شوية بطاطا ومننزع عليهم الكوسة ولحط لها كمان شوية جزر وعندي هون حمص مسلوق مسبقا بسمي بالله وبنزع عليهم هيك ومنسمي بالله ومنحركهم مع بعض كتير منيح وآخر شي منحط لهم الفلفلة وهلا منتركها من ربع ساعة لعشرين دقيقة إنشان اللحمة تكمل استواها وبنفس الوقت الخضار تستوي وتاخد من نكهة اللحمة وهلا منقطع الخبز بهذا الشكل وهلا منحملهم هيك ومنسمي بالله ومنحطهم بصحل التقديم وهلا ما بيقع علينا إلا نناخد شوية من هالمرأة الظريفة اللي عملناها ومنسمي بالله ومنشرب اللي رقاك طلعوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام هذا المنظر مش هنصحتكم يا غوالي هلا منبدأ نصف عليها الخضرة وأول ما نصف الخضرة منسمي بالله ومنجيب كرديش اللحم نحملهم هيك ومنحطهم هون وما بيقع إلا نحطهم لهم شوية حمص على الوش وأهم شي ما بننسلف ليفل الحدي مو مشان شي مش هنصحتك أهلنا وإخواننا وحبايبنا بالجزائر ما بيأدموها إلا مع البيض المسلوب وبعد ما جهزنا كل شي ما بيأ علينا إلا الطصائي الأخيرة وهيك بيكون نعملنا عروس المائد الجزائرية الشخشوخة هاي مو مشان شي بس مشان الشعب الجزائري العظيم الله وكيلكم أنا ما أدفيني حيل انتظر بالمرة ريحتها عن جد شي خرافي على آخر هلا صار ريش الوقت إن شان ندو أربوا لهون خلينا نشوف اللحمات شوفوا على هاللحمة يا سلام يا سلام راية حانين فأنا خدناUI شعة لحمة مع هالخبز الارقاق يا سلام منسمي بالله ومندوء بسم الله يا كريم شو قال طعنه هاي والله الشي خرافي لازم لئمة تانية عصر ريح شوفوا ما شاء الله تبارك اللأهيكم ناخد الارقاق مع كوسة ولحمه منسمي بالله ومندوء مرة تانية بسم الله يا كريم